ليست المرة الأولى التي يتوفى فيها رعاية جزائريين داخل مراكز شرطة البلجيكية في ظروف غامضة ما استدعى تدخل السلطات الجزائرية دوما لدى نظرتها البلجيكية مطالبة إياها كشف ملابسات وظروف الوفاة السلطات الجزائرية بتاريخ الرابع والعشرون جنفي حسب بيان صادر عنها طالبت من وزارة الخارجية البلجيكية عن طريق القنوات الدبلوماسية الرسمية توضيحات بشأن مقتل رعاية جزائرية توفي داخل أحد مراكز الشرطة بالعاصمة بروكسل بتاريخ 19 جنفي 2021 القنصلية الجزائرية العامة ببروكسل سوضحت من الخارجية البلجيكية والنيابة العامة لإطلاعها على التفاصيل حول هذه القضية التي لقيت سخطا وتذمرا في أوساط الجالية الجزائرية ببلجيكا وإبقائها على علم بكافة مجرية التحقيق القضية ليست الأولى من نوعها لوفاة رعية جزائري بأحد مراكز الشرطة ببلجيكا حيث عرفت شهر جويليا من سنة الفارطة وفاة الشاب قادر عبد الرحمن البالغ من العمر 29 سنة على أيدي الشرطة بعد اعتقاله بأحد المطاعم داخل المدينة ليلفظ أنفسه في الحجز وانتشر مقطع الفيديو الذي وثق ذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي ليكشف أحد الجوانب للعنف الممارس من قبل الشرطة البلجيكية والتجاوزات التي يعيشها أبناء الجالية في البلاد حسبه أصبحت